النهاردة في مدينة العالمين الجديدة التي كانت مأوى للألغام أصبحت مدينة للسلام أصبحت مدينة لي... مش عايزة أقول إدارة الإقليم مش عايزة أقول المركز الإقليمي لإدارة المنطقة مش عايزة أقول هذا الكلام تحولت العالمين الجديدة إلى مركز إقليمي لإدارة المنطقة سياسيا فاكرين المركز الإقليمي للطاقة اللي هو في مصر المركز الإقليمي للطاقة زيه المركز الإقليمي للسياسة اللي في المنطقة احنا العالمين دلوقتي اهو في مين موجود الشيخ محمد بن زايد واصل رئيس دولة الإمارات وملك البحرين وملك الأردن ورئيس وزراء العراق ورئيس سيسي خمسة زعماء عرب في لقاء وصف بأنه لقاء خاص تبا تخيل احنا دماء جديدة بتجري في عروق المنطقة عندنا دماء جديدة بتجري بالفعل دلوقتي محتاجين نرصد هذا التغير مناقشات تمت بين الزعماء بشكل رائع وبشكل مبسط وبشكل معمق وبشكل أخوي على القضايا الموجودة ايه القضايا الموجودة؟ الغزاء والطاقة الحرب الرسال الإكرانية مشكلة فلسطين اليمن ليبيا الاقتصاد القضاء على الجوع المناخ قضايا المناخ كل ده في هذه المدينة الجديدة مدينة العالمين الجديدة وشايفين المكان ده يا جماعة بقول أضيف إلى رصيد مصر أضيف إلى أصول مصر هاي المدينة دي يا جماعة الرجل البرون إنبان اللي هو أسس مصر الجديدة والخاجة سموحة لأسس سموحة في اسكندرية هما عملوا هذه الحاجات ورحلوا عن عالمنا إحنا النهاردة بنتكلم على مصر الجديدة على إنها يعني لو العلد السكان اللي بيزيد وإحنا مكاننا هننفجر فلازم الخروج من الوالي الضيق وزي ما الدكتور عبد المنعم سعيد بيقول من النهر إلى البحر مش العكس والمعمور وصل لـ 15% في مصر الآن